تعالوا نتكلم بقى عن حلقاتنا النهاردة ويا حلقة فيها كمان شوية ألم احنا حلقات يوم الاتنين بنتكلم فيها بشكل واضح عن بناء الإنسان واحنا بنتكلم عن بناء الإنسان لازم نتكلم عن شوية حاجات احنا بنتعرض له مش دايما بنتكلم على الكلام اللي بنتكلم فيه عن القيم ونتكلم فيه عن الأشياء الإيجابية ساعات بيبقى فيه وإحنا ماشيين كده أذى في الطريق احنا الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم ازاي نديدي حوار وازاي نتعامل مع جيل زد فيه حاجات بقى احنا وماشيين بيتقابلنا فيه شوية كده زي أذى في الطريق بيقابلنا زي الموضوع اللي احنا هتكلم عنه النهاردة وهو موضوع في الحقيقة شوية مؤلم وبيؤلم كتير من الأسر مش مؤلم لبعض الأسر لأ مؤلم لكتير من الأسر ايه و ايه الموضوع ده لما يكون فيه شيء بيحصل في الأسرة ده بيخليهم يحسوا بأنهم حصلهم خلل في التربية ويخليهم يحسوا بانزعاج شديد وحسهم انهم في حيرة زي ايه من أكتر الحاجات اللي بتخلي الأهالي يحسوا انهم وكأنهم انتوا عارفين ان اسوأ لقب ممكن تحس بيه امرأة مصرية مثلا وازن المرأة في العالم ان هي فشلت في التربية بس عندنا في مصر مسألة مبالغ فيها شوي من الحاجات اللي بيحسوا بيها الأهالي بقى انهم فشلوا في التربية الموضوع اللي احنا نتكلم عليه ده لما يحسوا ان أولادهم بيعملوا حاجة تتعلق بيه الأخلاق والتربية زي ايه؟ زي ان أولادهم مثلا يكونوا بيشاهدوا أفلام إباحية أو أولادهم بيشربوا سجاير فالأهل بيحسوا بحيرة شديدة وتخبط وبيكونوا مش عارفين يعملوا ايه؟ علشان كده النهاردة هنتكلم في يلا نبني عن الطريقة الصحيحة اللي ممكن نتعامل بيها مع ابننا أو حتى بنتنا لو عرفنا انهم بيشاهدوا أفلام إباحية أو بيشربوا سجاير وربنا حرم علينا كل شيء بيدرنا سواء كانت الأفلام الإباحية أو سواء كانت كمان السجاير لأن الله سبحانه وتعالى تكلم عن حضرة النبي وعن دوره في هذه الحياة أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم وكأن من أهم أدواره التي سيكون بها عشان يحقق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أن الطيبات تكون الطريق للرشاد والطريق إلى الحياة السعيدة فلنحي أنه حياة طيبة الطريق إلى الحياة طيبة تكون بالطيب وكمان لازم نزيل منها الخبائس وعشان كده حضرت النبي يحل لهم الطيبات ويحرموا عليهم الخبائس وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف قال لا ضرر ولا ضرار أي حاجة فيها ضرر وضرار والضرر على فكرة مش لازم يكون ضرر جسدي بس أشد منه كمان الضرر للأخلاق والحاجتين اللي احنا اخترناهم سواء مشاهدة الأفلام الإباحية أو السجاير اللي اتنين ليهم ضرر نفسي قبل ما يكون هناك ضرر جسدي في أرقام مخيفة جدا في الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه في أبحاث بتقول مثلا لو تكلمنا عن شرب السجاير إن أكتر من 10% من الشباب في أعمار ما بين 13 إلى 15 عام بيدخنوا منظمة الصحة العالمية بتقول إن 9 من كل 10 مدخنين بيبتأوا التدخين قبل بلغهم سن 18 سنة تخيلوا تخيلوا حضراتكم حجم المشكلة اللي احنا فيها ايه احنا في أرقام مخيفة وده معنى كده إن قبل ما نقول نتعامل ازاي لازم نعرف هو ايه اللي بيخلي شبابنا وأولادنا وأطفالنا في السن الصغيرة دي في السن 9 سنوات أو أقل من كده يشربوا سجاير مثلا وأول حاجة بنسأله هل الوالد أو الوالدة أو الإخوة أو البيئة المحيطة زي الأعمام أو أولاد العم كانوا بيدخنوا ولا لا ده أول حاجة لازم نسأله عشان نقدر نعرف احنا نبتدي منين فكل ما كان الطفل عايش في بيئة فيها مدخنين أو فيها ناس بيشاهدوا الأفلام الإباحية فبيبقى فيها احتمالية كبيرة جدا جدا إنه يطلع مشاهد لده أو يطلع مدخل وكمان نخلي بنا من الأصدقاء لإن ده بيدور كبير جدا 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 لإن الطفل في المراحل المبكرة بيتقمس شخصية أقرب الناس إليه وعشان كده يحضر بعنا حديث رسول الله سلم فلينظر أحدكم من يخالل المرء على ديني خليلي وعشان كده لازم نعرف إن احنا ولدنا في بداية حياتهم بيكون إدراكهم إن ذكرتهم عمالة زي الكاميرا بتسجل كل الحاجات اللي بيحواليهم وتحفظها وإحنا متخيلين إن الكلام ده مش حاصل لا بيحفظه بيحفظه اللي بيعملوه الناس اللي في البيئة المحيطة حواليهم وكل ما بيشوفه بيخزنه فلو شوف حد بيشاهد أشياء إباحية أو بيدخن خلاص بيحفظ الكلام ده عنده ويفضل محتفظ به واحتمالية تجاوزه ما بتبقاش احتمالية كبيرة وعشان كده لازم نخلي بنا الحاجة التانية اللي احنا لازم نشوفها وإحنا بندرس الموضوع ده إن ممكن الولد يدخن حتى لو والده مش بيشب مش مدخن ليه طيب بسبب البحث عن تقديره لذاته إن هو يشوف نفسه راجل ويحس بكيانه السبب التالت اللي ممكن يخلي أولادنا يلجأوا للتدخين أو يلجأوا للأفلام الإباحية هو الإهمال وعدم مسندتهم وعدم مساعدتهم في حل مشكلتهم وعدم تقديم الدعم ليهم السبب الرابع الدغوط النفسية الزائفة والزائدة اللي بتتم على الأولاد من قبل الوالدين واللي بتخليهم يشوف إن التدخين أو مشاهدة أفلام الإباحية ده متنفس علشان يتخلص بيه من الدغوط السبب الخامس والأخير ساعات التدليل الزائد والرفاهية المفرطة للأولاد وتربيتهم إن كل حاجة يعزوها ممكن يعملوها من غير دوابط وممكن يجربوها وممكن يعيشوا بيها والحاجة الغلط بقى اللي معظم الناس بيلجأوا إليها السلطة الولدية اللي ممكن تقهر الولد وتخليها تمادة فبلاش نبدأ مع الأولاد بمحاضرات تأديبية وتعنيف إنما نبدأ بمعرفة السبب اللي راجع لي من السبب الخامسة اللي احنا ذكرناهم دول السبب الخامسة دي لازم نعرف أنا سبب من الأسباب دي اللي دفع الولد إن هو أنا آسف يدمن الأفلام الإباحية أو يدمن شرب السجاير لأن على فكرة معدش خاف يعني شرب السجاير مصنف على إنه قدمان وعشان كده لازم نعالج بهدوء ترجمة نانسي قنقر